عملية الاعتقال جرت أثناء محاولة المتهم دخول مدينة كربلاء باستخدام سيارة حمل نوعين عند سيطرتها الخارجية من جهة عين التمر مشيرة إلى أن المتهمة هو من سكنة ناحية جبلة في بابل وأضافت المصادر أن الجهة الأمنية تتأكدت من خلو المركبة من المتفشيرات لكنها قامت بإرسال عينات من المواد الغذائية الموجودة في السيارة إلى مختبرات الصحة لتأكد من سلمتها إلى ذلك أعلن وزير السياحة والآثار أن عدد الزوار الأجانب الذين وصلوا إلى مدينة كربلاء حتى الآن بلغ مليون زائر من أكثر من ثلاثين دول عربية وأجنبية وسط وقعات بارتفاع العدد إلى نحو مليوني زائر التفاصيل في تقرير إمام بلال عشرات الآلاف من الزوار العربي والأجانب يتوافدون يوميا على كربلاء من جميع منافذ العراق الجوية والبرية حتى وصل عديدهم لغاية اليوم مليون وافد عربي وأجنبي حسب وزير السياحة الذي زار المدينة للوقوف على حاجاتها فيما توقعت حكومة كربلاء ارتفاع العدد حتى نهاية الزيارة إلى مليوني وافد من خمسة وثلاثين دولة مشكلة بسيطة بالشلامة أيضا أوصينا أخوان هناك أن يتجاوزونها الأعداد الكبيرة لا يحضرني بالضبط عدد رقم معين بس يقطع أن تتجاوز المليون أنا أعتقد كما تفضل السيد الوزير وأتوقع أن يزداد العدد إلى أكثر من مليونين زائر لعله اليوم فقط من محور الجمهورية الإسلامية تحدث السيد الوزير سيكون عدد أكثر من مليون ولكن هناك من أكثر من خمسة وثلاثين دولة سواء كانت من أوروبا من أمريكا اللاتينية من أفريقيا من آسيا من الخليج أكثر من ثلاثمائة وسبعين فندقا سياحيا في كربلاء استقبلت الزائرين فوق طاقاتها الاستيعابية للذين حجزوها منذ أشهر فضلا عن مئات الفنادق الشعبية وعشرات المدارس والساحات التي لم يبقى منها مكان إلا وهي الاستقبال الزائرين العرب والأجانب أريد أن يأتي بكثافة لكن ليس كل الناس تستطيع أن يأتي وكل واحد صابع شمو بسواء وفي واحد مكتدر وفي واحد مكتدر ساعة الفندق مئتين وعشرين سرير ثمانية وسبعين غرفة لكنه فعلا العدد اللي عندي اتجاوز مئتين وخمسين نفر وهذا فقط من دولة وحدة اللي هي المملكة العربية السعودية توافذتنا كثير من الحملات ومن الجنسيات البحرينية والكويثية واللبنانية لكن للأسف يعني ما كان عندنا مكان اللي يتسع حكومة كربلاء هذا العام ونتيجة لكثيفة إقبال الزوار الإيرانيين بالذات استحدثت مخيمات عملاقة لهم داخل وخارج المدينة لوصول قرابة المليون منهم حتى الآن حسب الإحصاءات الرسمية جعلنا من كل ساحة معسكرات ومن المدارس أصلا كانت هناك حتى بعض الوكلاء والوزراء والوزراء وفرنا لهم مدارس لا وجدت فنادق لهذه المكان بالمناسبة حاليا هذا المتنزه يستوعب 2000 إلى 3000 هناك ساحة ثانية ساحة السبعين للمحافظة هي قرار سيارات المحافظة 5000 زائر إضافة إلى باب بغداد هناك 15 ألف زائر ولكن السعة الاستيعابية من المصحيات والمجاري فاقت التصور إذا كانت كربلاء في الأعوام الماضية تغص فنادقها ومنازلها وساحاتها بـ 400 ألف زائر عربي وأجنبي كحد أعلى كيف سيكون حالها هذا العام مع ورود أنباء عن وفود حوالي مليون زائر عربي وأجنبي فقط من كربلاء إيمان بلال الحرة